موسيقى صباح الخير وأهلا بكم إلى برنامج كوشك الصحافة من شبكة التلفزيون العربي الذي يأتيكم مباشرة من بيروت السابعة بتوقيت جراناتش معي أنا نجات شرف الدين ويرافقني في هذه الجولة اليومية للصحافة العربية ودولية الكتب والبحث الفلسطيني سقر أبو فخر أهلا وسهلا فيك استيساة محادثات أستان انتهت إلى تشكيل مجموعة عمل ثلاثية لمراقبة وقف الأعمال القتالية عنوان مبارز في الصحف الغربية والعربية التي ركزت على موقف وزير الدفاع الأمريكي والذي أكد فيه أن بلاده غير مستعدة حاليا للتعاون العسكري مع روسيا وفي الصحف السعودية تعلن عن تفكيك أربع خلايا إرهابية مرتبطة بداعش وعشرات القتلى بسيارة مفخخة جنوب غربي بغداد وفي العنوين أكثر من سبعين قتيلا بهجوم انتحاري تبنته داعش استهدف مزارا صوفيا في باكستان في أبرز عنوين الصحف العربي الجديد سوريا خلافات أسيتانا تهدد جناف صحيفة القدس العربي هيومن رايتس ووتش تتهم الحشدة الشعبية بعمليات نهب وهدم في الموصل العراق عشرات القتلى في تفجير للدولة الإسلامية صحيفة الأيام الفلسطينية نتنياهو يكرر شروطه حول الدولة اليهودية والسيطرة الأمنية ترامب يمتنع عن تبني خيار الدولتين كحل وحيد صحيفة اللواء اللبنانية مؤشرات سلبية تضغط على التهدئة والموازنة واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان ونصر الله يطالب إسرائيل بتفكيك مفاعل ديمونة صحيفة الحياة اللندنية اعتقال ثمانية عشر عنصرا في أربع مناطق الأمن السعودي يحطم أربع خلايا داعشية صحيفة The Guardian البريطانية بلير يمكننا هزيمة لبريكزيت إذا اتحدنا ردود فعل عربية وغربية تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد لقاءه نتنياهو حول عدم التمسك بحل الدولتين لتحقيق السلام عنوان بارز في الصحف التي ركزت على كلام المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة والذي انتقدت فيه الهوس بإدانة إسرائيل معتبرة أن واشنطن تفكر في بدائل عن حل الدولتين لإحراز تقدم في عملية السلام وفي التحليل أسئلة عن التغيير في الموقف الأمريكي وتأثيراته على ملف المفاوضات وعلى المنطقة صار يعني بالعنوين التي ركزت على موضوع ترامب نتنياهو يعني هذا اللقاء الذي أحدث ضج بوسائل الإعلام نتيجة القول أن حل الدولتين لم يعود هو وحده البديل هناك في بدائل أخرى هل نجاح نتنياهو بتحقيق نصر يمكن أن يوظفه في الداخل الإسرائيلي نصر حاسم لا أعتقد نصر مؤقت مؤقت طبعا حتى الآن لأن حكومة أو إدارة ترامب ليست لها رؤية واضحة تماما ومتماسكة في شأن الشرق الأوسط أو قضيات فلسطين نظن أنه بالمرحلة المقبلة يمكن صياغة مثل هذه الرؤية حتى الآن نحن نعتمد على تصريح من هنا وتصريح من هناك حتى ترامب نفسه متناقض بتصريحاته طبعا بالمؤتمر الصحافي 15 شهر مع نتنياهو قال هو يدرس حل الدولتين ويدرس حل الدولة الواحدة أيضا وبالنهاية هو مع أي حال يتفق عليه الطرفان هذه الصيغة عائمة ومفتوحة الدولة الواحدة هذا ما ترفضه إسرائيل حتى حل الدولتين في تصريح سابق لترامب قال أنه على إسرائيل أن تقدم تنازونات بموضوع الاستيطان بهذا المعنى برأيي بعد ما في رؤية واضحة عند الأمريكيين أو عند إدارة ترامب لكن نتنياهو أراد أو حاول في هذه المرحلة أن ينتقم من أوباما وإرث أوباما وأن يكسب كثيرا من ترامب في هذه المرحلة خصوصا أن المؤشرات تشير إلى التقارب الكبير بين نتنياهو وترامب تعين جيري كوشنار صهر وتعين فريدمان سفير إلى آخره كل هذه المؤشرات تقول أن وحديث عن نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس وأن هذا تراجع على أي حق هذا تم التراجع عنه وأن كان في خيارات أخرى ترضي إسرائيل في موضوع نقل السفارة على كل نبدأ أحكي بكل هذه النئات وخاصة أنه هل فعلا مفهوم الذي يحكي ترامب هل فعليا لديه معرفة حقيقية بما يجري بالملف الفلسطيني الإسرائيلي ولكن ننتقل إلى أبرز ما ورد من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات ترامب عن حل الدولتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يعني تعليقات عديدة خاصة أنه بالنهاية البعض ما بيتفاجأ من هذا الموقف لأنه ما كان فيه قناعة أبدا أنه إسرائيل ذاهب إلى حل الدولتين بحتى بالصحفة الإسرائيلية صحيفة الهاريتس تحت عنوان هل يعرف ترامب إسرائيل قالت الصحيفة كان واضحا خلال خطاب نتنياهو أن ترامب كان يفتقر إلى الحد الأدنى من المعرفة وليتمكن نتنياهو من إيقاظه من حلم العقارات كما لو كان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبارة عن خلاف تجاري أوضح نتنياهو لترامب بالأسلوب الذي يوضح فيه للأمريكيين يطلق على الصينيين الصينيين لأنهم من الصين وربما في المؤتمر الصحافي القادم سيكون نتنياهو لطيفا ويشرح لترامب لماذا يسمى الفلسطينيون بالفلسطينيين يعني في تهكم من جانب صحيفة هارتس الليبرالية إلى حد ما يعني لأي مدى يفهم فعليا ترامب ما يحصل لا أعتقد يعني ترامب ما عنده خبرة سياسية يعني ما كان حاكم ولاية مثلا جاي من العلاقات العامة والتجارة والعقارات وإلى آخر هو سيعتمد على الإدارة الجديدة من المؤكد أنه لا يفقه بالتفصيل وظن أنه أرسل مدير السي آي آي كافي لقاء مع الرئيس أبو مازن برام الله نوع من التطمين لأبو مازن فبالتالي كل هالضجيج الآن والتصريحات الكثيرة ستستقيم في فترة قريبة مقبلة حتى الليتنياهو يعني الذي يريد هو شاطر بالعلاقات العامة معروفه بالصحافة يعني كان بزمناته يعمل في الإعلام في السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة يعني شو المطروح بالنهاية إذا كنا أن حل الدولتين انتهى ربما من ناحية الإجرائية لا أحد يحكي جديا بحل الدولتين لكن من ناحية المنطقية أو السياسية إما حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة وهو ما ترفضه إسرائيل لنصير كل الفلسطينيين مواطنين في الدولة الواحدة أو الدولة الثنائية القومية دولة واحدة لكن بقوميتين يهودية وعربية ما ترفضه إسرائيل تماما أو دولة المنقوصة أو المؤقتة دولة فلسطينية مؤقتة وهذا ما يرفضه كل العرب طبعا في حلول أخرى بتنترح أنه والله عمله دولة بسينة مع غزة أو عمله دولة بالأردن هذا اليمين المتطرف يعني من يام شارون بيطرحوا هذا دولة الفلسطينيين في الأردن كلها برأي أفكار غير قابلة للتطبيق لازال حل الدولتين هو الصحيح الخلاق يعني لحد هلأ فيه فقط الأوروبيين اللي هنم تبنينه والأمم المتحدة ولكن هل يكفي ذلك لا طبعا ببدا قوة يعني هو نفسه نتنياهو 2009 تبنى حل الدولتين قال أنا مع حل الدولتين لكن الخلاف وين الدولة اللي بفهمها الدولة الفلسطينية اللي بفهمها نتنياهو هي دولة من دون القدس ما في عودة للاجئين ولا بأعداد رمزية ما إلى سيادي يعني في سيطرة على حدود الجوية والبرية من زوعة السلاح إلى آخر هذا ما يفهمها وبدلوا اعتراف مسبق من الفلسطينيين بيهوديات الدولة نعم بصحيفة العربي الجديد اعتبرت الصحيفة أنه على إسرائيل أن تقلق من ترامب وقالت على الرغم من هذا المشهد القاتم فلسطينيا إلا أن بعض شظاياه قد تطاول إسرائيل نفسها ذلك أن ترامب ليس رئيسا عاديا فهو شديد الاعتداد بالنفس إلى حد يصل إلى الغرور كما أنه ضحل سياسيا ولا يلقي بالا للتفاصيل بل أنه يرفض أن يثقف نفسه حول الموضوعات التي يتعامل معها قدم ترامب في المؤتمر الصحافي عطايا لإسرائيل ولكنها ملغمة وغالب الظن أنه لم يقصد تلغيمها كلها فمثلا عندما أراد أن يؤكد أن إدارته ليست مصرة على حل الدولتين وهو الموقف الأمريكي الرسمي منذ الإدارة الثانية للرئيس الأسبق بيل كلينتون ضرب على وتر إسرائيلي حساس عبر الإشارة إلى الدولة الواحدة خيارا مطروحا يعني هناك تأكيدة للشيء اللي كانت عم تشير لقيله أنه حول حل الدولة الواحدة غير مقبول أيضا من الجانب الإسرائيلي ولكن ماذا لو قالوا أنه في حل دولة واحدة ويعني الفلسطينيين اللي بعضهم موجودين اليوم بتم ترانسفير لقيلهم يعني هذا واحد من عم نشوف شو عم بيصير بالعمليات الهدم اليومية اللي عم بتصير للمنازل الفلسطينيين في موضوع الاستيطان اللي عم يتمدد ويتوسع يعني فيه واقع جديد عم تفرضه الأرض كيف عم بتم التعامل مع الواقع الجديد؟ شوفي أولا ترانسفير بظن أنا يعني كفكرة ممكن يتم يوما ما بس بظروف حرب بالمنطقة ممكن يتم الترانسفير أما بظروف عادية يعني المستبعد تماما لا تستطيع إسرائيل طرد خمس ملايين فلسطيني يعني عدد الفلسطينيين أراضي 48 مليون و300 ألف قرابة 3 ملايين بالضف الغربي يعني صاروا 4 ملايين ونصف وين بتطردون يعني يعني شغلة صعبة جدا بظروف أخرى شقلبت العالم العربي كله حروب مفتوحة مع إسرائيل ربما يعني خلينا نقول الخيار هذا مستبعد هلأ ما يحصل اليمين الإسرائيلي اللي بيعبر عنه نتنياهو وحلفائه غير حزب العمل حزب العمل هو صاحب فكرة الانفصال خلينا ننفصل عن الفلسطينيين نحن لحال وهن لحال معطيهم دولة وصفات معينة اليمين بمرحلة معينة تبنى هذا الطرح وقبل حل الدولتين من شارون لانتنياهو الآن في إعادة نظر هنين وجد نظرهم لأ تبقى إسرائيل ماسك الأرض وتسيطر على الفلسطينيين يعني ما بيفوتوا كمواطنين بدولة واحدة الدولة واحدة يقضاء على الدولة اليهودية لأننا أكثر من خمس ملايين إذا ضمينا غزة يعني صار العدد متساوي بـ 2020 نصبح عدد الفلسطينيين مساوي لعدد أو أكثر بشوي لعدد اليهود فدولة واحدة يعني نتغلب عليهم بالعدد يعني بالتدريج لا هذا ما يخيف إسرائيل أن تتحول إلى دولة ثنائية القومية أو إلى دولة واحدة مستحيل هذا بيقاتلوا من أجله هن طرحهم تماما مثل ما إلنا يعني دولة يهودية حال الدولتين وإنما دولة على طريقتهم على طريقة لا تشكل أي خطر على إسرائيل يعني مستوضى على الشغيلي واليد العاملة متحكمين بالفلسطينيين نحن ويشتغلوا عنا بأراضينا طب اليوم نتنياهو يعني مناسب الوضع الاستاتيكو الحاصل اليوم هذا ما يريده بقاء الحال على ما هو عليه وبالتدريج اللي بيهاجر من الفلسطينيين لحاله بسبب تعرفين أهل القدس عب يهاجروا يعني بكل الأحوال بس بشكل عام الهجرة الفلسطينية للخارج قليلة جدا يعني لا زال الشعب متشبث بأرضه وأنا برأيي ها هي النقطة القوة عند الفلسطينيين أنه مع بيهاجروا مع بيفلوا مثل بسوريا مثل العراق جراء الحروب هنا بعد متشبث بأرضه طالما متشبث بأرضه المواجهة مع السلطات الإسرائيلية يومية بصحيفة الشرق الأوسط كتبت أن حلت دولتين بين التعسر والاستحالة وقالت ما يعلن عن لقاء ترامب نتنياهو فذلك لن يقدم الحقيقة كما هي ولعل البيت الأبيض اكتشف بابا موقتا وفاعلا للهرب حين وضع الكرة في ملعب الفلسطينيين والإسرائيليين فما يتفق عليه الطرفان ستدعمه وتؤيده أمريكا ولن تفرض حلا على أي طرف وهذا بالضبط ما يريده الإسرائيليون وما يسعون إليه فلسان حالهم في هذا الأمر يقول قفوا أيها الأمريكيون على الحياد ونحن سنتكفل بالسكان الفلسطينيين حاضرا ومستقبلا لمح ترامب إلى استعداده خلال لقاءه في واشنطن رئيس الوزراء الإسرائيلي لقبول أي اتفاقات يتوصل إليها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي حتى لو لم تتضمن حل الدولتين يعني ترك الأمور إلى الجانب يعني كبل الورقة بملعب الفلسطينيين والإسرائيليين طب اليوم كيف من الذي يجمع الفلسطينيين والإسرائيليين شوفي هو عين صهره على كل حال مشرف يعني مثل مارتين أنديك بالزمانات ملف التسويق أو المفاوضات يعني لاحقا هذه منتظرة لاحقا أنه يبدأ جمعون على الطاولة واحدة لكن هذا ما يرضي نتنياهو نتنياهو كان مشكلته مع أوباما أنه هذا كان عامل جهد ووعود خطابه بالقاهرة خطابه باستنبول وعد بالحل وكرس كاري جون كاري وزير الخارجي جزء كبير من وقته للمفاوضات وأفشله نتنياهو هذا جزء من المشكلة يعني كانت ورفض تجميد الاستيطاني ورفض تجميد إلى آخر الآن هذا الموقف الأمريكي يتيح لنتنياهو أن يتصرف مثل ما بده وبالتالي نستبعد أوروبا نستبعد اللجنة الربعية كلها أوروبا واتحاد الروسي والأمم المتحدة ونحن وإياكم نتصرف مع الفلسطينين وهاي أنا برأيي هذا بس يجري بقاء الأمر على ما هو عليه لأن السلام في الشرق الأوسط ليست من أولويات أوباما على الإطلاق كما هو واضح حتى له أولويات والإرهاب المهاجرين ترامب تعني ترامب ترامب عفوا الإدارة الجديدة الإرهاب كما يقال والمهاجرين وإيران الآن عودي إلى صراع البارد الأمريكي الإيراني وهذا له محاذير كبير جدا وفي هذا السياق صدر تقرير من كم يوم صغطوا مادن أولبرايت وستغن هادلي استشار الأبن القوم السابق مع مجموعة كبيرة من الباحثين بيقولوا على أمريكا أن لا تنعزل بل أن تتدخل بقوة في الشرق الأوسط لمنع إيران من السيطرة على جيرالها أنه ضد سياسة العزلة بينما ترامب هو مع العزلة من المنطقات أمريكا أولا والابتعاد عن المشاكل الخارجية المشكلته كمان بالصين بالمحيط الهادي هناك بيتدخل أو التنافس مع الصين إلى آخرين فهمني الآن في رأي آخر قد يؤثر بدون شك أنه لا دعوة أمريكا إلى التدخل وإعادة العظمة إليها ولكن هل سيسمع ترامب؟ هذا هو السؤال وخاص عنده خوف رئيسي من أزمة مالية جديدة يعادة التدخل في كلف كبير يعني كلف اقتصادي على كل ما نتابع بحوارنا ولكن بعد توقف ما فاصل أصير أهلا بكم من جديد في برنامج كوشك الصحافة ونرحب مجددا بضيفنا الكتب والبحث الفلسطيني سقر أبو فخر بالصحف الغربي التي تناولت موضوع ترامب ونتانياهو وموضوع ملف الفلسطيني الإسرائيلي بالواشنطن بوست تحدثت عن دروس يجب أن يتعلمها دونالد ترامب عن الشرق الأوسط وقالت منذ انتخابه تحدث ترامب عدة مرات مع نتانياهو بالإضافة إلى الترحيب به في البيت الأبيض هذا الأسبوع لكن ترامب لم يتحدث أو يقبل باتصال هاتفي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس صحيح أن الاتصالات بين إدارة ترامب والقيادة الفلسطينية قد حصلت ولكنها ركزت في معظمها على المسائل الأمنية زار رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج واشنطن في أوائل فبراير وزار مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو رامالله واجتمع مع عباس لكن ترامب لم يظهر أنه مهتم في الأفكار الفلسطينية عن إقامة دولة فلسطينية في المستقبل بدلا من مكافحة الإرهاب يفهم الفلسطينيون أهمية تلك القضية بالنسبة لترامب لكنهم لن يقبلوا بالحد من دورهم السياسي إلى حد أن يصبحوا طباط الشرطة الذين يحرسون إسرائيل ومستوطناتها ومصالحها ما الذي يمكن أن يفعله الفلسطينيون اليوم؟ يعني شو عندهم أوراق بإيدهم؟ ما فيه أوراق يعني بصراحة بسيطة جدا جدا مثلا المجلس المركزي بالزمانات هدد اللي هو الفاصل يعني بين اللجنة التنفيذية لمنظمة تحريره للمجلس الوطني الفلسطيني الصيغة التنظيمين أنه سحب الاعتراف بإسرائيل بحسب اتفاق أوسلو وقف التنسيق الأمني معها وبس طيب شو عنده أتر من هيك؟ يعني الفلسطينيين الآن مع الأسف الشديد الأوضاع العربية قادت بيسمحه متروكين في العراء ما حدا مع قضية الشعب الفلسطيني بما في الدول العربية اللي فاتحة تستردات مع إسرائيل يعني أنا بتذكر بالزمانات سيمون بيتون كتبة مقال وهي مؤيدة للفلسطيني يهودية معروفة يعني مخرجة سينمائية كانت تنتقد العرب اللي عم يطابعوا مع إسرائيل عم تقول له وقفوا يا عم لما الفلسطينيين ياخدوا حقوقهم تعبوا سؤال ببادكم الإسرائيليين حتى هي اليهودية الإسرائيلية العرب فاتحين وتستردات وشفناهم يعني أخيرا يعني السعودية ما في ولا موقف اليوم حتى بالتصريحات اللي أطلق ترامب ما شفنا ردود فعل حتى عربية على هالما يسأل أبدا أبدا ما بدي زعله ترامب كيف بدي زعله بي زعله الفلسطينيين أوكي يعني بيروحوا بيتصوروا مع الإسرائيليين وبيدعوهم لبلادهم إلى خير ماشي الحال الفلسطينيين متروكين بالعراء وبالتالي أنا برأي خياراتهم محدودة جدا خيار يعني سحب التنسيق الأمني مثلا ما له معنى لأنه منصوص باتفاق أصله بديك تلغي اتفاق أصله عند ذلك قد تستبيح إسرائيل الضفة الغربية بأكملها وما حال حي دافع عن الفلسطينيين البعض بيقول طيب حلوا السلطة وسلموا المفاتيح لإسرائيل ومن قال أن إسرائيل ستتسلم المفاتيح لو حلوا السلطة يعني وهذه كانت على الشعب الفلسطيني إن انتبطت السلطة بمئة وستين ألف موظف الآن مين بدي يصرف عليهم مع عائلاتهم كل الحلول اللي عبتنحكها هي مجرد أفكار لا قيمة فعلية لها ولا يوجد خيارات لشعب الفلسطينيين إلا خيار المقاومة اليومية اللي هي بطولات فردية يعني وليست مقاومة بمعنى استراتيجية المواجهة مش موجودة يعني أيضا بالصحف اللي تناولت هذا الملف بصحيفة بوابة الشروق الإلكترونية اعتبرت أنه ترامب دفن حل الدولتين وقالت لا يبدو الرئيس دونالد ترامب ملما بالصراع العربي الإسرائيلي فالمسألة ربما تتجاوز انحيازه السافر لقوة التوسع داخل المجتمع السياسي الإسرائيلي إذ أظهر المؤتمر الصحافي الذي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الرئيس ترامب لا يفهم الفرق بين حل الدولتين وحل الدولة الواحدة وكيف يؤثر كل سيناريو على خارطة المنطقة بشكل خاص طبعا احنا أشرنا إلى أن الحلول اللي كانت مطروحة إنما عدم معرفته هل له تأثيرات إيجابية أم سلبية سلبية طبعا بس أنا برأي حتى الآن ما زلنا في طور التصريحات وليس في طور صوق رؤية سياسية للإدارة الأمريكية الجديدة بظن لاحقا ستصار وزارة الخارجية مع الأمن القومي مع الاستخبارات حيفهموا بالنهاية شو عليهم يقولوا للأمر كان وإن كان حل الدولتين مستبعد يعني عشرين سنة استبعد ومش متوقع يعني طب اليوم كل المواقف في المجتمع الدولي الأمريكيون اليوم مش من أولوياتهم الملف الفلسطيني الإسرائيلي أوروبا مشغولة بوضع الداخلي كل دولة عندها هاجس كمان جزء منه الإرهاب وجزء يتعلق بصعود اليمين بأوروبا أدوال العربية مشغولة بالأولويات الأخرى سوريا العراق اليمن ليبيا غيرها من الصراعات فبالتالي يعني شو الخيارات المطروحة اليوم أمام الفلسطينيين هالمطروح قدامهم خيار التنازل مستحيل من أجل تسويات ما عاد ممكن التنازل يعني هاي آخر مرة أبو عمار حت سقف للتنازلات بكم داي ذتو اللي بالألفين لسبع الانتفاضة التاني يعني بالقدس غير قادر على التنازل شو بتتنازل القدس اللي انخذوها يعني أي رئيس فلسطيني أو مفاوض فلسطيني يتنازل يقدر تاني يوم بيقتلوا الفلسطينيين طيب شو يعني بتنازل اللاجئين طويناها خلاص ما عاد إلهم حل ليفكروا بحل يعني مش بالضرورة للعودة الشاملة بس لابد من حل ما لقضايا اللاجئين بالخارج وهكذا أنا بظن ما عاد بيقدروا الفلسطينيين يتنازلوا أكثر مما تنازلوه في أوسلو وبالتالي الآن هني يعني مكبلي الأيدي والأخطر من ذلك إنه اليوم الفلسطينيون عم بيخدعوا لشغلتين التدويل والاستتباع يعني فينا نقول استقطاب إذا بدنا نخففها مؤتمر باريس مع العلم ما طلع منه شيء بس هو إعلان إرادة أوروبا هيك بده مؤتمر موسكو موسكو دعت الفصائل الفلسطينية طيب شو بدهم موسكو بالفصائل الفلسطينية يعني بدهم يلعبوا دور بالقضية الفلسطينية بس بياخدوا الفصائل يعني فعلا محيرة القصة الاستتباع هو الأكثر الآن في مؤتمر دعم الانتفاضة بطهران أنا أخشى ضمن الصراع الأمريكي الإيراني المتوقع إذا استمر ترامب بسياسة ضد إيران أيضا إيران تفوت على الخط وفي فصائل فلسطينية أو مجموعات فلسطينية موجودة بغزي وبسينة وإلى آخره قد تقوم بعمليات ضد إسرائيل وبالتالي سيكون وبالا على الفلسطينيين أنه عمليات باسمهم ولا تعود عليهم بأي نفع دبلوماسي أو سياسي إذن الفلسطينيين الآن بين الاستتباع والتدويل وضعوا خطر جدا وليس بيديهم أوراق كثيرة يعني يمكن لهذه الدول أن تستغل القضية الفلسطينية للدخول عليها من أجل يعني الصراع الخارج صراع إسرائيل إيران صراع إيران أمريكا اليوم وإعادة تأكيد النفوذ موسكو مثلا أنه شو بدأت تدعم نظام التحرير طيب الفصائل ليه يعني لحتى الآن مريبي والذي داعينهم معهد الاستشراق بموسكو رغم أنه العلاقة جيدة بين نتنياهو و بوتين بزبط لو كان في إرادة لدفع باتجاه المفاوضات بس العلاقة جيدة بين بوتين و نتنياهو الحقيقة تتعلق بالوضع السوري حتى ما يتم اشتباك الطيران بالطيران ما يسمى قواعد الاشتباك واستبعاد أي صداء مثل ما حصل بين تركيا وروسيا لكن مش بالضرورة في اتفاق على القضية الفلسطينية على الحل بسوريا مش صحيح كما يشاع بالصعف أنه يعني أبدا من السقين الصغيري والكبيري ما بظن يعني بس بأي حال الوضع الفلسطيني الآن في أدنى درجاته ولسيما ولسيما هذا الانقسام الكبير الذي يترسخ يوما بعد يوم يعني حتى إخواننا بحماس يعني الآن عاملين مؤتمر شعبي باستنبول يمكن بدي عمليه مجلس وطني عمليه اتحادات موازي اتحادات نقابية وطلبية وكتاب وإلى آخره موازي لمؤسسات منظمة التحرير هذا يعمق الانقسام ولا يعني يقارب بين الطرفين ننتقل إلى الكاريكاتور حول هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تعليقك على الكاريكاتور يعني يعني نقص الجانح الفلسطيني كيف بد يطير بجانح واحد معادلة مستحيلة شكرا لك سأرى أفو فخر على وجودك معنا بكشك الصحافة نهاية هذه الحلقة زوروا موقعنا على الانترنت العربي دوت تي في كما بإمكانكم إبداء رأيكم ومقترحاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء في الغد اشتركوا في القناة